بدءاً 8 أيلول رح يكون إخراج الأيد بلبنان إلكترونياً وبالخدمة الجديدة أيضاً إمكان الحصول على إخراج الأيد الإلكتروني من مكان الأيد بالمرة الأولى ومن ثم الاستحصال عليه بعد ذلك من مكان السكن كيف يعني؟ لياللي بده يحصل على إخراج الأيد شو لازم يعمل؟ بدك تفوت على الموقع الإلكتروني للمدرية العاملة الأحوال الشخصية dgcs.gov.lp بتلاقي نموذج طلب إخراج الأيد بتعبي الطلب إما إلكترونياً أو بخط اليد بعد طبع الطلب هيدا الطلب يلي بيتضمن بيانتكن الشخصية بده يروح عند المختار لا يتوقع وبده ينرفق بصورتين شمسيتين كمان بده يكونوا مصدقين من المختار مع انطلاق هيدا الخدمة وأول مرة بس رح تقدموا هيدا الطلب بألم نفوس مكان القيد والمرات الجاية بيتقدم الطلب بألم نفوس مكان السكن يعني بطريقة أوضح يلي سجله عكار أو بنت جبال أو الهرمل وسكن ببيروت وبده يعمل إخراج أيد بده يعبي الطلب إلكترونياً ويسحبه ويوقعه من المختار مع الصورتين ويتقدم فيه للمرة الأولى بعكار أو بنت جبال أو الهرمل أما المرات المقبلة فبيصير بيقدم الطلب ببيروت مع نسخة عن إخراج الأيد الإلكتروني الأول وهيك بيصير إخراج الأيد من حد البيت ويلي تغيرت البيانات الشخصية عنده مثل الزواج أو الطلاق أو أي شي آخر وبده يعمل إخراج أيد جديد عليه أنه يعبي بياناته جديد ويبلش بالإجراءات عن جديد مثل المرة الأولى بمكان السجل والمرات يلي بعدها بمكان السكن وبالنسبة للمسافرين فبإمكانهم التواصل مع السفرات والقنصليات وتقديم الطلب مع توقيع السفير والأنصل عليه لن نطلق على إخراج الأيد الإلكتروني تسمية إنجاز بل إنه واجب وحق لللبنانيين للاستفادة من خدمتين طال انتظارها وكان يجب أن تكون في متناولهم مع الاعتراف بأن الإدارة تأخرت في تأمين هذه الخدمة لسنوات عديدة هي خطوة صغيرة لهذه المدرية العامة لكنها قفزة كبيرة لعمل الإدارة ومقنة الأحوال الشخصية أحيي مثل هذه الإطلاق التي يحتاجها لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى فهي مطلوبة كي يبقى الأمل في لبنان ومؤسساته إذن هي بحسب المدرية العامة للأحوال الشخصية بوزارة الداخلية خدمة جديدة تهدف لتسهيل معاملات المواطنين والمواطنات دون تكبيد مبالغ مالية إضافية